للمزيد معي من دبي الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي أيمن عيتاني أستاذ أيمن مرحبا بك معنا إذن على ما يبدو حتى كبار المنصات الرقامية التقليدية غير منعين عن الركود وعن الأزمات الاقتصادية تسريحات بالجملة تقليص في التكاليف قلت الإعلانات ما حقيقة ما يحدث وهل كان متوقع وهل يؤشر هذا على بداية نهاية عصر عمارقة التكنولوجيا كما نعرفهم هلأ إيمان ما صحنا نقول وابتو عم نقول المؤسسات للعملاقة فيسبوك والإنستغرام وتويتر وغيرها يلي هن من 2006-2007 كانت تطور بدايتهم وكبروا على ستين كتير كبيرة وقشت كورونا كبرتهم كتير كتير وهي كبرت لأنه نحن كعمل نستعملهم أكتر وكمان المؤسسات اللي كانت تدفع فلوس على المجلات وعلى التليفزيون ويعني أساس شخصيا حولوا هالفلوس على هذه المنصات فصار فيه كمية هالفلوس الموجودة الموجودة قبل وهي تحتاج ناس أكتر وشغل أكتر ويلي بالأحوال المليحة بتكون تمام بس إحنا هلأ بوضع الركود الاقتصادي على الباب وكمان كجائحة كورونا الحمد لله يعني خفت على كل هالفلدين العالم فرجع خفت ضغط على المردود الميلي عن إنترنت الداعيات كل هالمؤسسات مشغل الإنترنت ولكن أصل أيمن يعني التكنة أو حتى إدمان المختلف المستهلكين على سوشال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي على مختلف هذه المنصات هل هناك مؤشرات أنه تراجع وأقال بالعكس ربما يمكن القول أنه زاد أكثر فكيف نفسر أنه كل تفاصيل اليوميات الآن باتت بالنسبة للشخص في التابلت أو في هاتفه في يده يستهلكوا بشكل 24 ساعة تقريبا بالمقابل تراجع الإعلانات في هذا السوق إيمان سؤالك بمحلو خير نفسه نحن كأشخاص كعملاء عم نستخدم دايما والمؤسسات الموجودة اللي عم تدفع حق دعايات بها المنصات نحن كمستخدمين عم نستعلم واتنا تفضلتي صبح دهر عشي نحن أولادنا وأهلنا كلنا عليه بطريقة كاملة هذا ما تغير وبالعكس أكثر وأكثر لقدام من جهتين المؤسسات التجارية عادة أن هني بيدفعوا دعايات لا يكبروا شغلهم بيدفعوا دعايات لا بفيسبوك وإنستغرام وتويتر وغيرها لما يكون فيه ركود اقتصادي أو لما يصير ما أنه محتاج للإنترنت مثل قبل لأنه جاحت كورونا خفت بطل يحط فلوس من المؤسسات المؤسسات الموظفة ألف الموظفين بآخر سندين ثلاثة بطل فيها الحاجة هالعدد الكبير من هالموظفين وهالمكاتب وكل شيء من شان هيك بخف هالمؤسسات تصغر بحجمها لأنه مردودة تقلص وهذا سيؤثر بطبيعة الحال عندما نتحدث عن 13% من متى على سبيل المثال من قوتها العاملة تم الاستغناء عنها أكثر من 11 ألف سيؤثر على مجال الرقابة فيما يتعلق أيضا بالمحتوى لجهة المعلومات المضللة لجهة الخطاب الكراهية وبالتالي سنتوقع ردود هذا النفس مقام به إيلون ماسك في تويتر على سبيل المثال وبالتالي التدعيات المجتمعية كيف يمكن أن نتوقعها تبعا لذلك اللي صرحوا عنه متى وتويتر وغيرهم أنه التقلص كان على الخدمات اللي جديدة جاي لقدام عم يطوروها أو الخدمات اللي هني كنا محتاجين نحنا بجائح تقلونا هلأ خف الحاجة لأيها متطويرها لاح يخف بس كرقابة المضمون وحماية الأشخاص اللي عليه هلأ تقلص شي ضئيل يعني فالعدد بعده كبير وحتى حكوا أنه لاحيكبروش بعد شوية أكثر لقدام المضمون نعم بيكبر هذه الجهة بعد الأمور مثل ما هي طيب من المستفيد الأكبر من هذا التراجع برأيك أستاذ أيمن خاصة أنه البعض يطرح مسألة الويب ثري وكان هناك توضيح من تيم بيرنرز لي مخترع الويب نفسه اللي يقول أنه الويب ثري ليس انترنت بل هو الويب ثري بوينت زير وهناك نوع من الخلط بالنسبة للناس في المفهومين وهو يعني حتى استهدف مسألة البلوكتشين اللي اعتبر أنه ضدها ولن تفيد في مسألة إعادة تشكيل للإنترنت لو توضح لنا هذه النقطة ما في مستفيد أكبر لأنه كمان بيعلم الويب ثري هالفترة في مشاكل كتير كتير خاصة من آخر يومين يعني هلأ قبل نص ساعة من أن نطلع الهواء في واحدة من مؤسسات الكبيرة أعلنت فلسا وهي كان خيبتها فوق 16 مليار من شهرين كانوا فوق 16 مليار العملات مشفرة عملات مشفرة فكمان عالم الويب ثري هلأ كان مارك بركود ما هو لما يكون فيه ركود اتصادي للكل وكمان فيه توقفات هائلة من ويب ثري ومن ويب تو يلي أكيد ما فيه نعمل هلأ لنعمل نتصور زيادة عن ما يكون بدأ نوصل لمرحلة هلأ فيه مشاكل يلي هالمؤسسات الكبيرة لا تتوقع أن يكون أي مستفيدون بالنظر لطبيعة الاقتصاد حاليا شكرا لك من دبي الخبير في مواقع التوصل الاجتماعي أيمن عيتاني على هذه المداخلة وعلى هذه الإضاحات